اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما سبتنا الوحدة الاولى يونت 2 يقول المفروض ان انا في الوحدة هتعرف على الحيوانات اللي بتعيش في الصحراء يعني حيوانات الصحراء يعني صحراء يعني حيوانات يبقى desert animals حيوانات الصحراء هنبدأ ب lesson 1 في unit 2 lesson 1 بيقول animals in Egypt يعني الحيوانات في مصر ايه الحيوانات اللي بتعيش فيها animals in Egypt الحيوانات في مصر in this unit i will في هذه الوحدة على الطالب ان يتعرف على او الطالب سوف listen, read, research and write about desert animals الطالب هيسمع وهيقرأ وهيبحث وهيكتب عن حيوانات اللي بتعيش في الصحراء practice making compressions اللي هو هيتعلم يعمل مقارنات هيقرأ بين الحيوانات مين الحيوان اللي عايز درجة حرارة يعني عالية فيها حر ومين الحيوان اللي بيأكل مثلا الحشرات مين الحيوان اللي بيأكل لحوم وهكذا مين اللي بيأكل نباتات هنعمل compressions يعني مقارنات جاية من compare you current compressions مقارنات listen to a short story هنسمع برضو قصص قصيرة عن الحيوانات دي عشان نعرف معلومات عنها learn about the different between the P and B sounds لازم الطالب يفرق في النطق بين P وبالمناسبة مفيش حاجة اسمها P خفيفة و P تقيلة لا احنا هنا في الانجلش عايزين نتعلم ازاي الاكسون بتاعتنا تبقى حلوة ازاي ننطق كويس ونعرف نتكلم كويس فانا هنا بقول P for pen يعني ال P دي بوصفها P for pen اللي هو اللي انا متجاف انما دي P for boy or P for ball فبقول ball او boy انما بقول pen pencil وهكذا write a fact file يعني هكتب تقرير واقعي تقرير حقيقي ملف في حقائق يعني هكتب مثلا معنومات عن الحيوان ده فهقولك مثلا شكله كذا وزنه كذا بيأكل كذا بيعيش كذا فيبقى انا كده بلملك معنومات عن الحيوان دوت بكتبها في حاجة اسمها fact file research and make a poster هبحث بقى اجيب معنومات زيادة عن الحيوان اللي انا هاخده وممكن مثلا اعمل لوحة كده في الفصل ارسم فيها الحيوان وارسم المعلومات الزيادة اللي انا جبتها يلا بينا مع بعض نبتدي كده ونشوف اول vocabulary معايا هنا اشكال حيوانات وتحتيها معنى الحيوان والاسم بتاعه بالانجلش فبقول هنا animals in Egypt اللي هو الحيوانات في مصر اجل او اجل اللي هو النسر النسر بقول عليه اجل اجل سناك سناك صعبان سناك صعبان بالكان بالكان بالمناسبة هنا سي ما بتتنطقش سي ما بقولش بيل سان انما بقول بيل كان السي هنا بتتنطق K بيل كان يعني بجعة كامل برضو هنا السي بتتنطق K كامل يعني جمل ليزارد ليزارد اللي هو السحلية وبالمناسبة بقى يعني بقول عليها الليزارد جاية من اللي زارد اللي هو الجلد لما بتروح مثلا محل شنة او جزم مامي بتشري شنطة او جزمة فتلاقيهم غالية فيقولها الصديق لازار لازاردي اللي هو لازارد اللي هي السحلية جاية من جلد السحلية سبايدر اللي هو العنكبوت فنك فوكس اللي هو تعلب الفنك كروكوديل اللي هو التمساح هنقرأهم مرة تانية إجل اللي هو النصر سناك صعبان بلكان بجعة كامل جمل لزرد سحلية سبايدر عنكبوت فنك فوكس اللي هو تعلب الفنك الكروكوديل اللي هو التمساح بعض الكلمات الإضافية اللي هو الفرو بنقول كده عليه كده بالعربي يقولك البلتو ده معمول من الفرير هو جاي من فرو فرو التعلب وده أغلى أنواع البلتوهات يعني يبقى فير اللي هو الفرو فزر اللي هو الريش الريش بتاع البطة بتاع الوزة بتاع الفرخة بتاع اي حاجة بتطير بسميه فيزر ريش وينج اللي هو الجناح بيك اللي هو منقار هيوغ يعني ضخم هيوغ يعني ضخم سكيري يعني مخيف سكيري يعني حاجة مخيفة حاجة بتخوفني حاجة شكلها مخيف هلتفول يعني متعاون او مفيد كنترول يعني يتحكم كنترول يعني يتحكم أجلي قبيح بالمناسبة المفروض ان انا ابني يتعلمه كراءة وكتابة وعلى حسب مستوى الطفل لو الطفل مثلا لقى صعوبة هم مثلا 30 كلمة 40 كلمة عارف منهم 5 ده حلو مش وحش واحدة واحدة وبالتدريج هيوصل للمستوى انت عايزاه الحاجات دي يا جماعة هنعيد ونزيد فيها هتبسط لقى بتتكرر تاني في منهج 5 هتبسط لقى بتتكرر تاني في منهج 6 لحد ما الطالب يبقى متمكن منها اهم حاجة ان انا اعلمه يستهجى ويقرأ واعلمه معنى الكلمة اللي هيشوفها قدامه اكتر كمان ان هو يتعلم الديكتيشن ان هو ما بيكتبش حاجة على الغيباني هو دايما بيجيله قطعة بيسمحها بيحل بنقان عليها قطعة بيقراها بيشيل منها ويحط الاجابات فالاهم ان انا اعرفه معنى الكلمة فهو يشوف الكلمة اللي قدامه يعرف يقرأها يعرف معناها والله لو يعرف كمان الديكتيشن بتاحها ده كده يبقى ممتاز او ما عرفش معلش هيعرف بعد كده لقدام فما نقلقش هنا بيقول لي المكان دوت وإن الحيوانات اللي بتعيش في المكان ده طبعا المكان ده اللي هو الديزرت اللي هو الصحراء فبقول هل تعلم يعني الصحراء اللي عندنا الصحراء بتاعت مصر دي بتغطي اماكن كتيرة قوي في عشر دول او مساحات كبيرة من العشر دول في قرية افريكيا هي كبيرة جدا كرية انتراكيا دي هي اكبر بس هي بتمثل مساحات كبيرة في افريكيا تمام طيب هندخل بقى على اللي هي المفروض انه ده بتوين مام وصارة من خلال ديالوج دوت هما بيتحولوا عن الحيوانات وانا هعرف معنومات عن الحيوانات في الفصل طبعا الميس المفروض ان هي بتقوم تلاتة واحد هتعمل الام مام واحد هتعمل طارق والتاني هتعمل سارة ويبتده كل واحد يقرأ الكلام المكتوب قدامه في البيت برضو الام ممكن تشترك ان هي تعمل ماما والطفل اللي قدامها يعمل مثلا طارق او سارة وتجيب اخوه او كده يشتركه معاه في الديالوج الطريقة دي من التعليم بتخلي الطالب حاسس بمتعة كده شايقة ان هو بيلعب بها او كأنه بيقدي دور او مسلسل او كده فالمعلومات اللي بياخدها بتزرط في دماغه طيب هنا مثلا المام بتقول look at these animals they live in our country look at these animals they live in our country بتقول لهم بصوا الحيوانات دي الحيوانات دي بتعيش في البلد بتاعتنا او المدينة بتاعتنا فصارة قالت لها look at the crocodile it's huge صارة قالت لها بصي انظر لي لحظة كده للتمساح ده ضخم قوي طارق قال لها huge and scary طارق قال لها ده ضخم ومخيف صارة I think the spider is scary انا اعتقد يا طارق ويا ماما ان العنكبوت مخيف اكتر من التمساح ونخلي بالنا هنا في الحتة دي هو عايز يشرح لي القاعدة بتاعت التفضيل بين الصفات بس انا هنا بقارن فهي قارنة هنا اتنين قارنة السبايدر بالكروكوديل فلما بقارن حكتين ببعض وبكون بختار المقطع الصغير من الصفة بتاعت المقارنة ان ده scary مقطع صغير فبضيف ER طب انا هنا ملاحظة ان scary دي كان اخرها Y هنا ال Y دي تقلبت I فالقاعدة بتقول لي ان لو الكلمة اللي عندي اخرها Y وقبل ال Y حرف ساكن طبعا ال R دي مش من فاولز دي حرف ساكن فساعتها ال Y دي بتتقلب ل I, E, R فبقت scary تمام؟ وهنشرحها تاني بالتفصيل وفي فيديو برضو شارح الجرامر كله بتاع المنهج بتاعت المنهج بتاعت المنهج بتاعت المنهج بتاعت المنهج بتاعت المنهج هتلاعوه عندكم في الكليليست رجعوه وشوفوه مام yeah but spiders are very helpful they eat insects farmers like spiders فمامتها بتقول لها ايوه بس العنكبوت دوت مفيد جدا لانه بيأكل الحشرات والفلاحين بتحب العنكبوت لان الحشرات لما بتاكل الزرع هتبوزه هتخرم كده في الزرع وتنخر فيه فهيبوز ويعفن انما العناكب لما بتاكل الحشرات دي فبتحافظ على الزرع انهما يبصي فعشان كده العناكب دي مفيدة جدا للفلاحين فعشان كده هم بيحبوها سارا اوكي what about the snake and the crocodile they are dangerous aren't they بتقول لها طيب وبالنسبة للصعبان والتمساح هم خطرين مخيفين وخطرين aren't they مش هم كده اللي هي دي question tag بتتأكد mom yes that's true نعم هذا صحيح but they do a very important job ايوة هو كده صح بس هم برضو بيعملوا وظيفة كبيرة ووظيفة همة فانا كده بعرف ان ربنا ما بيخلقش في الدنيا حاجة عشان يبقى شكلها مخيف او عشان يبقى شكلها مرعب او عشان يخوفنا بيها او حاجة ملهاش فايدة انما كل حاجة ربنا بيخلقها بيخلقها عشان فايدة معينة وعشان ليها دور معينة نستفاد منه they eat insects birds and lizard يبقى الكروكوديل والسناك مخيفين عشان هم بيكلوا insects الحشرات birds التيور والليزرد والسحالي this controls the number of these small animals وده بيتحكم في عدد الحيوانات الصغيرة دي بمعنى ان السناك والكروكوديل اللي هو التعبان والتمساح بيكلوا الانسكت الحشرات وبيكلوا ال bird بيكلوا الطيور وبيكلوا الليزرد وبيكلوا السحالي فده هيخلي ان السحالي والحشرات والطيور دي ما تبقاش موجودة بشكل كبير هيقللهم لان هم بيكلوهم فده كده هيعمل تحكم في هذه الحيوانات الصغيرة اللي بعضها بيكون ضار يعني مثلا الحشرات دي لو انتشرت ممكن ان هي تجيب لي امراض تكل الزرع تعملي جفاف في الطربة تعملي مشاكل كتير حاجة برضو زي السحلية هي مفيدة ان انا باخد الجلد اعمل منه جزة مشونة وحاجات بس برضو هي بتضر في حاجة تانية فده بيخلي فيه توازن بيئي بيخلي النظام البيئي ما يحصلوش اختلال يبقى فيه توازن بيئي ان حاجة بتاكل حاجة فالحاجة دي كميتها مازدتش تبقى موجودة بالقدر المفيد وبالقدر المعقول وهكذا طيب بيقول لي فارق ايجلز دو دي سيم جوب ايجلز دو دي سيم جوب اللي هو انه صور برضو بتعمل الوظيفة دي اللي باجع بيأكل برضو السمك الصغير وهو هنا بيقول لي ان النصور برضو بتقوم بالوظيفة دي مامتهم بتقولهم ايوة انتوا على صواب انتوا عندكم حق احنا ساعات بنفكر ان الحيوانات دي بتكون مخيفة او شكلها وحش بس هم مهمين جدا عشان زي ما قلنا عملية التوازن البيئي لازم يبقى حاجة موجودة قصدها حاجة عشان حاجة ما تختارش عن حاجة لو الحشرات كترت البيئة هتبقى كلها امراض والنبات هيبوز والدنيا هيتشقل بحالها لو التعبين كترت الناس برضو اغلبها كده هتموت وهيبقى وحش لازم يبقى فيه توازن حاجة وصد حاجة وحاجة بتاكل حاجة عشان التوازن البيئي والبيئة ايه تستمر فكل حاجة ربنا خلقها لمهمة معينة والحاجات دي كلها بتبقى مهمة لفايدة الانسان هنا برضو مشروحة بقى كل جملة بالترجمة بتاعتها فبينقول هنا انظر للكل هذه الحيوانات التي تعيش في بلدنا انظروا الى التمساح انه ضخم ضخم ومخيف اعتقد ان العنكبوت مخيف اكتر نعم لكن العناكب مفيدة جدا لانها بتاكل الحشرات والمزالعون او الفلاحون بيحبوا العناكب عشان طبعا حشرات ما تبوصلهمش النبات بتاعهم اوكي what about the snack and crocodile they are dangerous aren't they حسنا وماذا عن الصعبان والتمساح انهم خطرون اليس كذلك نعم هذا صحيح لكنهم يقومون بعمل مهم للغاية وهم انهم يأكلون الحشرات birds and lizards والتيور والسحالي this controls the number of these small animals ده يتحكم في عدد هذه الحيوانات الصغيرة وبالمناسبة هيجي يسألني سؤال controls the number of these animals يتحكم في الحيوانات دي معناها make the small animals the fewer بيخلي الحيوانات دي اكتر ولا اقل make them fewer or more than لا طبعا هو لما بيكونهم هيخليهم اقل فهيبقوا fewer فنخلي بالنا من حاجة زي كده eagles do the same shrap يعني النصور بيكمون بنفس العمل the bull can eat small fish البجعة تأكل الاسماك الصغيرة you are right we sometimes think some animals are scary or ugly but they are all important انتم على حق نعتقد في بعض الاحيان ان بعض الحيوانات مخيفة او قبيحة لكنها كلها مهمة طيب هنا بيقول لي does tarik like crocodiles من اللي احنا حكينا ده tarik like crocodiles طيب احنا المفروض هنروح نرجع للديالوج ونشوف طارق بيقول ايه على الكروكوديل لما صار قالت له look at the crocodile it's huge قالت له بص ان التمساح هو ضخم مرد ان له huge and scary ان له هو ضخم ومخيف معنى كده ان هو بيخاف منه يبقى معنى كده ان هو ما بيحبوش يبقى انما يجي يسألني ويقول لي do tarik like crocodiles طبعا بقول له tarik doesn't like crocodiles because they are scary هو طارق ما بيحبش التمسيح لان هو بيشوفهم مخيفين او ممكن اقول no he doesn't لا هم بيحبوهم مش يتبقى اجابة مختصرة طبعا هنا بقول does tarik لان طارق he فهي و she و it بياخدو does لما باجي اسأل في السؤال طالما انا بتكلم في زمن present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط انما لو كنت بسأل بzay اوي اوي كنت هقول do لو بسأل مثلا على طارق و سارا سوا فكنت هقول do tarik and sarah like crocodiles انما هنا عشان بسأل بطارق بس فقول does تمام طيب السؤال اللي بعد كده بيقول what do snakes and crocodiles eat what do snakes and crocodiles eat ماذا تأكل السعابين والتمسيح بيكلوا ايه طبعا انا برضو لو رجعت كده ليه القطعة قال لي ايه قال لي لما هنا سأل what about the snake and crocodiles قالوا they are dangerous فمومتهم قلت لهم but they do a very important job هم لغم انهم خطرين لانهم ممكن يموتوا البني ادم يعني تمسح لو اكل بني ادم ما هو بيموتوا والسناك ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب لو ارس حد ما هو بيموتوا ولكن رغم انهم dangerous مخيفين بس هم عندهم very important job عندهم وظيفة مهمة جدا اللي هي eat insects with birds and lizards عشان بيعملوا control للسمون animals دي طيب يبقى هنا لما يقول لهم بيت ايه زي معرفنا كده من القطعة يبقى snacks and crocodiles eat insects birds and lizards بيأكلوا الحشرات والطيور والسحال السؤال اللي بعد كده why do farmers like spiders why do farmers like spiders طبعا انا برضو برجع للديالوج اللي عندي او التكست اللي عندي فهم هنا قالوا لي ايه لما البنت قالت spiders are i think spiders is scarier قالت انا اعتقد ان العناكب مخيفة اكثر من التمساح فراحت ما متى قالت لها they are helpful ان هما مفيدين وقالت لها ان الفارمز like spiders طب ليه هما like spiders يا ماما عشان they eat insects لانهم بيأكلوا الحشرات والحشرات بتبوز الزرع بتاع الفلاحين فعشان كده الفلاحين بيحبوا السبايدرز يبقى why do farmers like spiders يبقى farmers like spiders because they eat insects farmers like spiders because they eat insects عسان بيأكلوا الحشرات اوكي بعد كده بيقول لي what does the verb control mean معنى الفعل control اللي هو يتحكم معنى ايه في القطع لما جيه كان معناه جايب لي ايه وبي نختار منهم كان معناه make the number of animals bigger make the number of animals bigger يعني هنزود عدد الحيوانات ولا make the number of animals fewer ولا هنقل عدد الحيوانات هنرجع تاني للقطعة ونقرأها كويس فهو هنا قال لي ايه قال لي this controls the number of these small animals ده بيتحكم في عدد الحيوانات الصغيرة دي طب هو من بدايتها بيقول لي ايه بيقول لي ان هم important because they eat insects birds lizards طب انا نما باكل انا قدامي خمس طفحات وعاد تاكل فيهم عددهم هيزيد ولا هيقل طبيعا انا كده اتحكمت في عددهم فقللت عددهم لاني كلتهم فكده معانا هنا control معاناها ايه معاناها ان هو هيقلل العدد بتاعهم يعني make the number of animals fewer بالمناسبة ان control هنا ككلمة في اللغة الانجليزية بتساوي organize يعني يتحكم او ينظم برضو وبتساوي arrange يعني برضو يتحكم او ينظم او يرتب وهكذا وهي هنا كانت بمعنى make the number of animals fewer يعني يجعل الحيوانات عددهم ايه اقل الحيوانات اللي هما ال birds وال insects وال lizards اللي هما بيكلوهم طيب هنا listen and say المفروض ان انا عرفت شكل الحيوان وعرفت اسمه فالمفروض اول صورة دي بيكون camel فبحط لها camel ثاني صورة دي بيكون phoenix fox وطبعا اللي عليه دا بيكون fur يعني الفرو اللي هو مشهول بي جدا اللي هما بيصطادوا اصلا تعالب الفنك دي عشان الفرو دا هنا دوت الاغل اللي هو النصر والنصر بيبقى عليه father اللي هو الريش ويبقى عنده wing اللي هو الجناح هنا دا crocodile هنا الصورة دي اللي هي spider اللي هو العنقبوت هنا دا البلكان اللي هو البجعة والبجعة بيبقى ليها البوز بتاعها عامل زي الابرة كده عشان تلتقط بيه السمك يعني كأنه صنارة كده وهنا دوت اللهم عافينا السناك اللي هو الصعبان يبقى هو كامل فينيك فوكس ايجل كروكوديل سبايدر بيلكان سناك والمفروض اعرف اشكالهم واعرف معناهم واعرف معناهم بالعربي ومعناهم بالانجليش واعرف ايه انطقهم صح انا مش بيطلب مني ان انا بكتب على الغيباني بس على قل يبقى الولد عرف ان الصورة دي معناها كامل فيعرف ايه قرن دي كامل ويروح يحط الكلمة بتاعت كامل وهكذا طيب what do you think ماذا تعتقد which animals are scary which animals are scary اي الحيوانات بتكون مخيفة هو هنا قال i think crocodiles are scary scary يعني انا اعتقد ان التمسيح تكون مخيفة i think crocodiles are scary يعني انا اعتقد ان التمسيح مخيفة what about what about you مثلا او what about مثلا اميرة او اللي يعني التانية اللي بتكلمها انت بالنسبة لك ايه طيب وهي برضو بتسألها what about the snack ماذا عن الصعبان اتلاق it's dangerous الصعبان طبعا خطير لانه هو كل الهيومن لو هو ارس البني ادم بيقتله بعيد عنا يا رب فيبقى it's dangerous اوكي طيب هنا بقى بيقول لي when we ask for confirmation we use the question tag يعني احنا لما بنسأل عن تأكيد عن شيء بنستخدم بستخدم حاجة اسمها question tag يعني السؤال المزيل بمعنى اليس كذلك بقول لها spiders are very helpful العناكب تكون مفيدة جدا وانا عايز اتأكد بقى من رأيي ده صح او غرا فقول لها aren't they يعني اليس كذلك وبلاحظ ان هنا ال question tag بجيب نفس الفعل في ذفس الزمن بس لو هو مثبت بيبقى منفي لو هو منفي بيبقى مثبت يعني بقول are they لا هي هنا جاية are وهي spiders داخل they فهقول aren't they aren't they عشان هنا مثبتة فلازم ال question بتاعها يكون منفي يعني ال question tag بيكون عكس الجملة لو الجملة مثبتة يكون هو منفي لو الجملة منفية يكون هو مثبت وفي نفس الزمن كل اللي بعمله اني بقدم الفعل على الفاعل فده اسمه السؤال المزيل او ال question tag اللي بستخدمه عشان اتأكد من شيء yes that's true they eat insects ايوة هم فعلا مفيدين ال spiders that's true هذا صحيح they eat insects يعني هم بيأكلوا الحشرات كده احنا خلصنا listen one في unit two اللي هو desert animals و listen one كان بعنوان animals in Egypt هندخل بقى على listen two يلا بينا listen two في unit two اللي هو برضو desert animals اللي هو حيوانات الصحاري بنتكلم هنا عن the animals in Egypt الحيوانات الموجودة في مصر بس هنتكلم عنها من خلال مهارات science كأن الدرس دوت في science بالضبط كأنه درس علوم اللي هو انا بشوف كل حيوان من دولة شكله ايه بيعيش فين بيعمل ايه اعرف كسة حياة الحيوان دوت يعني وطبيعته برضو عندنا بعض الكي vocabulary اللي لازم عرفها لما باجي اسأل عن الطول بقول how tall او how long how tall لو انا بسأل عن بني ادم راجل او ستة او بنت او ولد بقول how tall how long لو انا بسأل عن اشياء جماد غير عقله اي شيء جماد غير عقله اي شيء جماد غير عقله بقول عليه how long فمثلا عايزة اسأل عن طول مصدرة يبقى how long is the ruler عايزة اسأل على طول باب how long is the door عايزة اسأل عن طول اي حياة جماد او حيوان فبقول how long انما عشان اسأل عن الطول فانا بسأل عن الانسان how heavy كامل وزن يعني عايزة عرف وزن الحاجة دي كام فبسأل how heavy ودي بتيجي للانسان والحيوان والجماد والنبات وكل حاجة يعني open areas اللي هي المناطق المفتوحة في ميل اللي هي الانسة ميل اللي هو الزكر mammals اللي هي الساديات يعني الساديات يعني الحيوانات اللي بتولد وبتردع ولدها الحيوان اللي هو بيبقى زي الانسان بمعنى ايه انه هو الانسة بتاعته بتولد وبتردع ولدها لان فيه حيوانات تانية بتبيد ما بتولدش وولدها ما بيرضعوش انما بنقدم لهم الاكل زي العصافير مثلا انما اي حيوان بيولد وبيردع ولاده في الانسة بتاعته يبقى دي اسمها ماملز اللي هي الساديات عندي كمان اكسترا فوكابلوري بعض الفوكابلوري ازاي ده يعني زي المايس في ايران وبالمناسبة موس يعني فار كبير مايس يعني فار صغير فبقول مايس للفار الصغير بيتفول يعني جميل لوز يعني يخسل او يفقد سيك يعني سميك ترافل يعني ينتقل او يسافر وورم يعني دافئ ستيب اجل اللي هو النصر السهوب النصر السهوب ده نوع من انواع النصور يعني نوع مشهور من انواع النصور هيت يعني حرارة نورس الشمال يرفع يرفع حاجة او يشيل حاجة اسمها صنتيمتر كيلو جرام طبعا السنتيمتر ده اللي هو واحدة في قياس الطول لما اقول هاو لونج او هاو طول دائما بتبقى الاجابة مثلا بالسنتيمتر انما نقول هاو هاوي يبقى الاجابة بالكيلو جرام وممكن تبقى بالجرام لو الحاجات صغيرة زي الدهب مثلا بوزنه بالجرام مش بالكيلو جرام وتش بتيجي بمعنى ايهم ووير بتيجب معنى اين للمكان. بعد كده عندي تعبيرات همة مثلا بقول during the day يعني اثناء النهار. during the day اثناء النهار. keep it warm يحافظ على دفءه. around 30 او 40 years معناها حوالي 30 او 40 عام. about 1 كيلو جرام يعني حوالي 1 كيلو جرام. at night يعني في الليل. بيقولي look quickly at the fact files and answer. بص بقى للتقارير الحقيقية اللي انا جايبها لك دي واجاوب. عرفتلي من خلال التيكتس اللي هي الفاكت فايلز دي. which animals has big ears? انهي حيوان عنده الودان الكبيرة. which animal can fly? انهي حيوان يقدر يطير. which animal lives for about 40 years? واي حيوان ممكن يعيش 40 سنة. طبعا الحيوان اللي عنده big ears هو الفانك فوكس اللي هو استعراب الفينك وهو عنده big ears عشان كان hear insects. لان هو بيأكل للحشرات في المفوض يسمحها. عشان يعرف مكانها ويعفي روح لها. which animal can fly? مين الانيميل اللي بيقدر يطير? طبعا عندي الاغل اللي هو النسر. اللي هو نسر السهوب هو اللي بيقدر يطير. which animals lives for about 40 years? هنشوف بقى مع بعض. طيب هنا اول حاجة animal fact file اللي هو الفينك فوكس اللي هو صعلة بالفينك. دي بقى معلومات عنه. فبسأل الاول بقول where does it live? وهنا بيعلمني ازاي اعمل سؤال. هنا where لما باجي اسأل عن المكان بستخدم اداة الاستفهام where. وبعدين بجيب الفاعل المساعدة على حسب الفاعل. هنا it فبتاخد does عشان هنا في زمن المضارع البسيط. البريزن سيمبل. فبيبقى where does. وبعدين بحط الفاعل اللي هو it. وبعدين حاجة اللي انا عايزة اسأل عليها بقى. where does it live? يعني الفينك فوكس ده بيعيش فين? قال لي in the deserts of north africa. بيعيش في جنوب آآ افريقيا في صحراء جنوب افريقيا. يبقى الفينك فوكس lives in the north africa. يعني بيعيش في جنوب افريقيا. how tall is it? اه ماشي انا هنا بسأل عن it. فعشان كده استخدمت طول. عشان هو مش جماد هو برضو اه حيوان يعني. فقلت how tall is it? يعني اه هو طوله قد ايه? فقالي 20 سنتيمتر يعني 20 سنتيمتر. how heavy is it? هو وزنه قد ايه? قال لي about 1 كيلو جرام حوالي 1 كيلو. how long is it? اه طوله بقى قد ايه? قال لي من 30 ل 40 سنتيمتر يعني من 30 ل 40 سنتيمتر. what does it eat? بيأكل ايه? insects, small lizard, mice. بيأكل الحشرات. والسحالي الصغيرة والفقران برضو الصغيرة لان مايس ده معناه الفقران الصغيرة. طيب. الفاكت اه فايل بقى بيقول لي ايه? the phoenix fox lives in the desert. سعلب المنك يعيش في الصحراء. it's smaller than other foxes. هو صغير عن التعالي بالتانية. its ears are big. ودانه كبيرة. really big. كبيرة قوي. the phoenix fox needs big ears to hear insects and small animals. تعالا بالفنك ده محتاج ودانه كبيرة عشان يسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة. during the day يعني اثناء اليوم او اثناء النهار. it's hot in the desert. طبعا بيكون الشمس بيبقى حمية في الصحراء. فالدنيا بتبقى حر. فبيبقى اثناء النهار الدنيا بتبقى حر جدا في الصحراء. the fox loses heat from its ear. فالفوكس دوت بيطلع الحرارة اللي في جسمه عن طريق ودانه. at night الصحراء في الليل بالليل. it's cold. بتبقى برد. the fox is sick for keeps it warm. الفور بتاع الفوكس اللي هو الفرو بتاعه هو اللي بيحافظ على ان جسمه يبقى دافئ ومعتادل بالليل. لان بالليل الدنيا برد جدا. فعشان كده عليه الفرو اللي بيحميه من البرد دوت بالليل كأنه نابس جاكت فرو عشان يحميه من البرد ده بالليل. وفي نفس الوقت الصبح بيبقى تجو حر جدا فيبقى عنده ودانه يخرج منها الحر اللي هو واخده من الصبح ده. طيب يبقى زي ما احنا شايفين كده ان معناها ملف الحقائق. وده عبارة عن مجموعة من المعلومات عن موضوع معين او منتج معين. يبقى. وطبعا ده مش على الطالب ان هو يعرفه بس هو يفهم معناه بس. ان ملف الحقائق ده يعني بجمع مجموعة من المعلومات عن موضوع معين. اما بيقول لي يعني اين يعيش في صحراء شمال افريقيا. كم طوله? وده طول الرأسي الرأسي بتاعه. يعني بعمل جسمه كده بالطول. فبسأل عن طوله ده. فبيبقى اه 20 سنتيمترز. لما بسأل how heavy it is يعني كم وزنه? ده about 1 كيلو جرام حوالي 1 كيلو جرام. لما بقول how long is it يعني كم طوله افكي? يبقى من 30 ل40 سنتيمترز. لما بقول what does it eat? ماذا يأكل? يبقى انسكتس وسمول ليزارد ومايس اللي هو الحشرات وسحري صغيرة. وبالمناسبة لما بقولها how long is it? يبقى بسأل على جسمه بالعرض كده افكي. افكي كده ايه بالعرض. اه طيب هنا بقى تمرين على الفينيك فوكس اه من القطع اللي فاتت زي ما فهمت بيقول لي اه هنحط انسكتس او big او desert او hot او fur او cold على حسب المكان المكان الناقص يعني. انسكتس يعني حشرات. big يعني كبير. desert يعني صحرا. hot يعني حر. fur اللي هو الفر. cold يعني bird. فبيقول the finic fox lives in the. يعني تعالى بالفينيك ده بيعيش فين. طبعا in the desert. واحنا لو رجعنا كده هيقول لي هنا the finic fox lives in the desert. اهو بيعيش في الصحرا. تمام. طيب. it's smaller than other foxes. هو طبعا صغير عن التعالي بالتانية. it's ear are big really big. it's ear are big really big. ودانه كبيرة كبيرة جدا. وانا برضو لو رجعت للقطع المعايا بقوله it's ear are big really big. من نفس القطعة هو. طيب بيقول لي كمان the finic fox needs big ears to hear. هو محتاج. ودانه تعالى بالفينك ده محتاج. ودانه كبيرة to hear مين? insects and small animals. اللي هو الحشرات والحيوانات الصغيرة عشان يروح يا كلهم. وهو برضو من القطعة. اهو. the finic fox needs big ears to hear insects and small animals. اعود ولادي ان في reading comprehension او reading text الكتعة اللي بيجي لي بقراها. انا بدور على الاسئلة من الكتعة ذات نفسيها. وبروح اكتبها من الكتعة بالزبط عشان مغلطش في الهجاية. انما الكتعة بتاعت listening احاول اسمع كويس وافهم الكتعة عايزة تقول ايه عشان اعرف اجاوب. طيب. كمان بيقول لي during the day يعني اثناء النهار it's ear in the desert. طبعا بتكون it's hot واهي برضو. من مكانها الصحراء بتبقى حر بالنهار وبرد بالليل. the fox loses heat from its ears. طبعا هو زي ما قلنا التعلب بيفقد الحرارة من ودانه. at night it's a. طبعا زي ما قلنا it's cold اهو. عشان هو قال لي ان at night it's cold اهو. it's cold. the fox six a keeps it warm six fur اللي هو الفرو بتاعه. the foxes six fur keeps it warm الفرو بتاعه بيخليه دافي. يبقى راها بقى كده كاملة وحنا مكملنها. the phoenix fox lives in the desert. it's smaller than other foxes. its ears are big really big. the phoenix the phoenix fox needs big ears to hear insects and small animals. during the day it's hot in the desert. the fox loses heat from its ear. at night it's cold. the fox's sick fur keeps it warm. يبقى لازم الطالب يعرف ان الفاكت فايل قلنا عن الفينيك فوكس بعض المعلومات وهي انه lives in the desert يعني بيعيش في الصحراء. انه it's ear are big. انه ينادي هز big ears to hear insects. هو محتاج بدانه كبيره ده عشان يسمع الحشرات لانه هو it's insects. فلاازم يبقى عارف المكان بتاعها موجود فين عشان يعفي يروح ويأكلها. انه بقى عارف ان during the day in the desert it's hot اثناء النهار في الصحراء الدنيا بتبقى حر. at night it's cold. بالليل بتبقى برد. عشان كده the fox have sick fur that keeps it warm. عشان كده اللي تعرى بيكون عنده الفرو الكسيف اللي بيدفيه في الليل بتاع الصحراء اللي هو بيبقى كله بعده. تاني حيوان هنا هتكلم عليه. بديهولي في الفاكت فايل اللي هو الستاب اجل. الستاب اجل اللي هو النصر نوع من انواع النصر اسمه نصر الشهاب. هنشوف ده معنى ايه وبيعمل ايه وبيبقى موجود فين فبيقول لي يعني هو بيعيش قديه في قلي حوالي من ثلاثين لاربعين سنة. طب يعني هو وزنه قديه قلي حوالي 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 ثلاثة جرام لما بيقول لي حوالي لان بيبقى فيه مثلا اكتر سنة فيه مثلا اقل سنة. مش كل البني قادمين نفس الوزن مش كل البني قادمين نفس الطخن. بس هو بيبقى في حدود ثلاثة كيلو جرام عشان كنا بيقول لي اروند. وانا برضو انما بيقول لي اروند سيرتي لفورتي ما احنا مش كلنا بنعيش في عمر واحد وبنموت في عمر واحد. بس اقل حد بيعيش ثلاثين سنة واكتر حد بيعيش اربعين سنة في الحدود دي ما بينهم يعني. هاو لونج از ات؟ الطول بتاعه قد ايه؟ قال لي فروم وينج تو وينج اروند وانه هون هندد سبنتي سنتيمتر. يعني من الجناح للجناح لما هيس من الجناح للجناح هيبقى طوله تقريبا لما بيفورد جناحاته كده حوالي مية وسبعين سنتيمتر. طيب بيقول لي هنا look at the eagle بص كده للنصر وبالمناسبة النصر دوت رمز للكوة والشجاعة والنصر عشان كده عنا مصر الحبيبة محطوط عليه رمز النصر عشان النصر ده رمز للكوة ورمز للشجاعة. تمام؟ طيب بيقول لي look at the eagle flying بص للنصر اللي طير ده it's beautiful شكله جميل. isn't it؟ اهو لما باجي اسأل عن حاجة وعايزة يأكدها بستخدم ال question tag او السؤال المزيل فزي ما قلنا هنا باخد نفس الفعل لو هو هنا مثبت ما فيهوش نط بحط له نط لو هو هنا فيه نط ما بحط لهوش نط فهنا it's beautiful هيبقى isn't it؟ the step eagle travels from europe to afrika in winter وقال لي ان النصر دوت بيسافر من اوروبا لافريكيا في الشتاء. it lives in very big open areas هو بيعيش في اماكن مفتوحة اماكن كبيرة جدا مفتوحة. it eats other birds هو بياكل الطيور التانية small mammals and rabbits بياكل السديات الصغيرة والارانب when it opens its wings لما بيفتح جناحاته it's longer than you بيكون اطول منك يعني انت دلوقتي كطالب اس نفسك كده كم سنتي هتطلع كام يعني سنتي طلع 150 مثلا 140 130 انما هو بيبقى 170 يعني تقريبا كده طوله زي طول راجل كبير وطوير فهو كده بيبقى اطول منك it's longer than you the family is bigger and heavier than the male الستات عندهم النصر الست بيكون اتقل واكبر من النصر الراجل family يعني ست male يعني راجل طيب هنا بيقول لي how long does it live يعني كم المدة اللي بيعيشها فقلنا around 30 to 40 years يعني من 30 ل40 سنة how heavy is it يعني كم وزنه فقلنا around 3 kg يعني حوالي 3 kg how long is it يعني كم طوله قلنا from wing to wing around 170 سنتيمتر يعني من جناح لجناح حوالي 170 سنتيمتر هنا بقى على التكست اللي فات ده عايزين نكمل فهنا بيقول لي اختاري wings يعني اجنحة step يعني النصر الشهاب ده beautiful يعني جميل فاميل اللي هو انسة فهنا بيقول لي look at the eagle flying it's beautiful بصي ليه النصر اللي طاير دوت هو beautiful ليه beautiful انا نور جعت كده للقطع هيقول لي look at the eagle flying it's beautiful فاهو it's beautiful من القطعة نفسيها لما جب لي reading tickets بروح اقرأ ومنه بحط الحاجات النقصة the eagle travels from europe to afrika in winter the step eagle النصر الشهاب ده بيسافر من اوروبا لأفريقيا في الشتاء وهو برضو هنا قال لي في ال reading comprehension اللي عندي ان the step eagle travels from europe to afrika in winter it lives in very big open areas طيب بيقول لي it eats other bird small mammals and rabbits when it open when it opens its when it opens its لما بتفتح جناحاتها it's longer than you بتكون اطول منك وهو برضو هنا قال لي في القطعة ان هي when it open when it opens its wings it's longer than you when it opens its wing it's longer than you ايوة بتبقى اطول مني لما بتفتح الجناحات بتاعتها وقال لي the a is bigger and heavier than male قال لي the female the female is bigger the female is bigger and heavier than the male ان الستة بتكون اطقل من الراجل فهيبقى الحل هنا اهو ولازم برضو الطالب يعرف المعلومات دي ان the eagle is beautiful with the step eagle travels from europe to afrika وان when the eagle when it opens its wings it's longer than us وان the female is bigger and heavier than the male الانجلش كله عايز فهم هو ما بيحفظت كتابة حاجة ما بيكتبش حاجة عالغيباني هو بيشوف القطعة ومن القطعة بيحل الاسئلة اللي جاية وراها بيسمع الليسنينج ومن السمع بتاع الليسنينج بيحل في الامتحان لا بيسأله في سؤال قواعد ولا بيخليه يكتب حاجة عالغيباني السؤال الوحيد اللي يحمل قواعد شوية اللي هو السؤال الري ارينج اللي هو بيكون بس عارف تكوين الجملة او تكوين السؤال انه هو في الجملة المفروض هيبدأ بالاسم او بالفاعل ثم بعد كده بيدور على الفعل المناسب ليه ثم يدور على المفعول ثم يحط التكملة لما بيكون بسؤال بيدور على الادات الاستفهام بعده بيروح قالب بقى جاي بالفعل الاول وبعدين جاي بالفعل وبلاحظ ان انا لما بجيب الفاعل مع هي وشي وإيت هحط ضز لما بجيبه مع داي ووي ويو هحط دو وحط في الاخر علامة استفهام هو ده كل المطلوب في الامتحان احنا هنفهم المنهج هنعرف المعلومات هنتحاول ان احنا نعرف الكلمة اللي قدامنا دي مش لازم نشغل وقتنا انه هو يعد يحفظها كتابة ان الموضوع هيبقى مرهق وهياخد منه وقت كتير انما على الاقل هو يعرفها قراءة ويعرف ان انا لما اقولها قدامه يبقى عارف معناها ايه بكتج التكرار هو الواحد وهيبقى عارف الاسبيلنج بتاعتها بعد كده كده احنا شرحنا الليسن وان وليسن تو من يونت تو انيمالز ان ايجبت والديزرت انيمالز باذن الله انتظروني الحلقة الجاية لكمل بقية المنهج ونشرح الدرس التالت والرابع من الوحدة التانية انا منتظر اي كومنس ليكوا اي استفسارات اي حاجة ممكن اساعد بيها انا تحت امركم بتمنى لكم التوفيق ليكم ولولادكم وان شاء الله سنة سعيدة تعدي كده بتفوخ نجاح وتفرحوا بيهم بست وشيز ان جود لك جود باي اشتركوا في القناة